السلام عليكم رسالة إلى الشباب الأوروبيين أيها الأوروبيون جئتم بلادنا سنة 1917 وأنتم تدعون بأنكم تحملون إلينا بذورة السلام والعدالة والحرية والوحدة والأخوة والديمقراطية فتحنا لكم قلوبنا وأرضنا وانتظرنا زرعكم أن ينمو بعد ثلاثين سنة في 14 أيار سنة 47 أسرعتم ذا الرحيل وقد تركتم لنا زرعكم على حقيقته كان زرعكم مجرد عصابات صهيونية وميليشيات إرهابية عصابات صهيونية وميليشيات إرهابية هاجنا وراغون وبتار واشتارن وبالماخ وغيرها اكتشفنا حينها حقيقتكم أنكم كنتم ولا زلتم وإياهم غزاة المستعمرين حصدنا منكم ومنهم الاحتلال والمجازر والدم بدل السلام والظلم والطغيان بدل العدالة والحصار وتفتيت أرضنا بدل الخرية والوحدة والشتات والتهجير وهدم قرانا بدل الأخوة والديمقراطية أيها الأوروبيون الشباب ها قد وصلنا اليوم نحن إليكم نحن اليوم في ساحات مدنكم ها نحن أمامكم وجهاً لوجه نصارحكم في أيام الحرب وإبادة وتهجير غزة بأن آباءكم ظلمون فاسمعوا نداءنا وصححوا أنتم مآسي تاريخكم معنا نريد غزة كريمة عزيزة فأوقف الطغيان عليها وأعيد لها بهاءها وعنفوانها الصهيونية دمرتها كما دمرت النازية بنادكم فانتصروا للحق والحياة والإنسانية نريد العدالة لشعبنا نريد العودة لأهلنا نريد القدس لوطننا نريد الحرية لأسرانا نريد العدالة واندحار الاحتنال عن كاهلنا نريد الكرامة لشعبنا ما لم تعلمونه اليوم وقد خفي عليكم أنه ولد لنا ولد اسمه المقاومة ولد اسمه المقاومة والنجم الذي دل عليه أشرق من غرب فلسطين من غزة بالتحديد هذا المقاومة لم تستطع إسرائيل عميلتكم أن تذبحه رغم أنها إسرائيل ذبحت أطفال غزة لم تستطع أن تذبح طفلنا المقاومة رغم أنها ذبحت أطفال غزة طفلنا هذا الذي اسمه المقاومة سيحبو وسيصل إلى القدس ويحررها بادروا وارفعوا القانون الدولي فوق إسرائيل فأنتم كتبتموه أنتم بحضارتكم وقوتكم قادرون على إنهاء الغزوة الصيونية علينا عاشت فلسطين وعاش مولودها المقاومة وعاشت القدس حرة عربية ولها خالص قبلات بنادقنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة